وإلى بغداد حيث البوصلة السياسية فقدت اتجاهاتها التقليدية بعد جمود طال انتظاره في رئاسة البرلمان حيث تنقل قناة صلاح الدين عن سياسي مطلع على مفاوضات الورف المغلقة عن توجه لتشكيل تحالف سني من 54 نائبا من رحمة شقاقات في التحالفات الحالية قد يجبر التنسيقي الشيعي للقبول بفكرة فتح باب الترشيح لشخصية غير جدلية تحسم تعقيدات رئاسة البرلمان السياسي المطلع رسم اكثر من سيناريو داخل البيت السياسي السني من بينها انسحاب نواب من مختلف الكتل الحالية والذهب بمرشح تسوية قد يكون النائب زياد جنابي او طلال الزوبعي ضمن معادلة سياسية جديدة غير بعيدة عن مراكز النفوذ الجديدة في كاركوك وديالا التي لم تكن بعيدة عن قراءات قوى التنسيقي الشيعي